بسم الله والصلاة والسلام على رسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم سنواصل شرح مقرر كيميو عضوية واحد وسنتابع في هذا الفيديو شرح الجزء الثاني من المحور الثالث والمتمثل في الهيدروكربونات الألفاتية المشبعة إذن نواصل شرح كيفية تسمية الهيدروكربونات الألفاتية المشبعة ذات سلسلة مفتوحة وسنمر الآن إلى شرح كيفية تسمية الهيدروكربونات الألفاتية المشبعة ذات سلسلة مفتوحة وتحتوي على تفرعات إذا كانت هذه السلسلة تحتوي على تفرعات فإن اسم المركب يحتوي من ثلاثة مقاطع المقطع الوسط المتمثل هنا نكتب من خلاله اسم هيكل الأساسي للمركب والمقطع الأخير أو الثالث ويسمى بيئة لاحقة حيث يتضمن مقطع A&E وهو دلالة على كون المركب المشبع والمقطع الأول ويسمى بيئة البادئة ويتضمن المؤشر الرقمي للمجموعة المتفرعة مرتبة ترتيب أبجدي وستتم تسمية هذه المركبات تبقى لنظام الاتتحاد الدولي لكيميا البحثة والتطبيقية إذن في المرحلة الأولى من تسمية هذه المركبات يجب اختيار أطول سلسلة كربونية داخل المركب الذي يحتوي بتبقى الحال على تفرعات مثل ما هو الأمر لهذا المثال أمامنا هنا إذن يجب على الطالب هنا أن يبحث على أطول سلسلة داخل هذا المركب نأخذ مثال إذن الاحتمال الأول مثلاً ابتداء من السلسلة المستقيمة أمامنا هنا لو حسبنا عدد الكربونات سنجد أنه عدد الكربونات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن هذا الاحتمال الأول إذن سنبحث هنا على أطول سلسلة داخل هذا المركب والتي ستمثل الهيكل الأساسي للمركب العضوي هل طول السلسلة هنا سيكون ستة أو أطول من ستة إذن نبحث على اختيار آخر إذن احتمال آخر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هنا إذا ذهبنا إلى الكربونات سنجد ستة أما إذا وصلنا في السلسلة من هذا الاتجاه سنجد هنا ستة وهنا سبعة إذن فبالتالي السلسلة الأساسية لهذا المركب تحتوي على سبعة كربونات وليست ستة كربونات إذن الاختيار سيكون على هذا النحو واحد اثنين إذن ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ويباقي الأجزاء الأخرى للمركب تسمى تفرعات هذا تفرع وهذا تفرع وفي المرحلة الثانية من تسمية الهيدروكربونات الأليفاتية المشبعة المتفرعة يجب تحديد أسماء المجموعات المتفرعة على السلسلة الكربونية حيث أن المجموعة المتفرعة هي عبارة عن الكان بعد عملية انتزاع ضرة الهيدروجين وبالتالي يكون أو يعطي شق الكيل ولتسمية هذه المجموعات المتفرعة يتم حذف مقطع A&E واستبداله بمقطع ويل نأخذ مثال هنا مركب الميثان أو مركب الميثاين هنا إذن إذا احتملنا هنا كسر الرابط بين الكاربونية الهيدروجين سنتحصل إذن على المجموعة المتفرعة الأصغر هنا والمتمثلة في الشق الحر ويسمى بميثيل أو مثال ثم كذلك نأخذ المثال الثاني إذا كان لدينا هنا مركب الإثاين وقمنا هنا بحذف عنصر هيدروجين من خلال كسر متجانس هنا سنتحصل إذن على المجموعة المتفرعة المتمثلة في التالي وتسمى بإثايل ثم كذلك المثال الثالث إذا كان لدينا مثلا هنا البروباين نقوم بكسر غير إذن كسر متجانس هنا بين الكاربونية الهيدروجين بحيث يتم تكوين الشق الحر للبروباين ويتم إذن رسمه بهذا الشكل إذن يجدر الإشارة هنا إلى هذه الرابطة هي عبارة على تسمى برابطة حرة كما تلاحظون هنا ثم في المرحلة الثالثة بعد عملية تسمية المجموعات المتفرعة يتم ترقيم السلسلة الكاربونية الأطول داخل المركب العضوي ويتم إذن تسمية هذه السلسلة انتلاقا من الطرف الأقرب إلى أول تفرع نأخذ مثال هذا المركب مثلا في هذا المركب السلسلة الأطول تتكون من ستة كاربونات كما تلاحظون هنا إذن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة نفس الأمر لو اخترنا إذن هذا الاحتمال واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن نفس الأمر تماما إذن سنأخذ هذا الاختيار الأول إذن هناك اختيار ثاني وهو الاحتمال إذا كان الترقيم بداية من اليسار إذن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن كما تلاحظون بعد اختيار أطول سلسلة في المركب العضوي هناك احتمالين في عملية الترقيم إما من اليمين إلى اليسار كما تلاحظون هنا أو من اليسار إلى اليمين كما تلاحظون باللون الأزرق إذن نقوم بالبحث في الاحتمال الصحيح هل هو بالأزرق أو بالأحمر كما سبق وقلنا أنه يتم إذن الترقيم انتلاقا من الطرف الأقرب إلى أول تفرع إذا قمنا باختيار الاحتمال الأحمر يعني الترقيم من اليمين سنلاحظ أن أول تفرع يوجد في الكاربون رقم ثلاثة يعني المتمثل هنا في الإثايل أما إذا تم اختيار الترقيم باستعمال اللون الأزرق سنلاحظ أن عملية الترقيم هنا أن أول تفرع يظهر في الكاربون رقم اثنين فبالتالي إذن سنقوم هنا بالمقارنة بين الترقيم من اليسار والترقيم من اليمين وسنلاحظ أن الترقيم من اليسار هو الصحيح لأن أول تفرع يظهر في الكاربون رقم اثنين ترجمة نانسي قنقر